لم نشهد هذا الكم من اليأس في مأرب خلال العامين الماضيين كما شهدناه في الشهرين الماضيين جملة لخصت فيها رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن كريستا روتينشتاينر المأساة التي يعيشها المدنيون في المحافظة الاستراتيجية بعد أن أصبح النازحون في مرمى نيران ميليشيا الحوثي فمع تسارع وتيرة الحرب في مأرب التي استقبلت نحو مليونين وربع المليون نازح تدق المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة ناقوس الخطر مؤكدة فرار أكثر من 45 ألف شخص للمرة الرابعة أو الخامسة على التوالي بسبب غصف الحوثيين خلال الشهرين الماضيين وسط قلق متنامن حيال احتمال اضطرار مئات الآلاف للنزوح مجددا حالتنا خافزنا والله مرتاحين من مجال الحرب هذه ونزحنا من إلى الرواه جاء الحرب بعد أننا ثاني رئيس دينا هادم إلى هذا الخامس أي ثماني جهال النزوح المستمر منذ أسابيع ترافقه عمليات قتل للمدنيين وتدمير للبنى التحتية في المحافظة الغنية التي لطالما عدت ملجأ الفارين من الحرب وأهم معاقل الحكومة اليمنية لسيما وأنها تضم المقر الرئيسي لوزارة الدفاع استهداف ميليشيا الحوثي لمحافظة مأرب أثار مخاوف الأمم المتحدة حيث عبرت على لسان مبعوثها الخاص لليمن هانس جروندنبرغ عن استهجانها من الهجمات المستمرة على مأرب مؤكدة أن هذه الهجمات تقوض فرص الوصول إلى تسوية تفاوضية للنزاع المستمر منذ أكثر من سبع سنوات في البلاد التطورات الميدانية السريعة على الأرض دفعت التحالف العربي إلى شن سلسلة غارات جوية ألحقت هزائم على أصعدة مختلفة منيت بها ميليشيا الحوثي لصد العمليات العسكرية للميليشيا المستمرة منذ شهر شباط الماضي بهدف السيطرة على مأرب ويرى خبراء أن إيران تستخدم ميليشيا الحوثي ورقة ضغط للمساومة على ملفات شائكة في المنطقة حتى لو دفع اليمن ضريبة إنسانية بحرب تسببت بمقتل 377 ألف شخص وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليبقى المواطن اليمني هو الخاسر الأكبر بعد أن بات 80% من السكان يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء في أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم